السلام عليكم تلميذي الأعزاء إن شاء الله كام تكونوا بخير إن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم رح ندخل جزء الثالث من سلسلة المراجعة الشاملة لهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف نتعلم كيفية ملء جدول التنشيط والتخميل والأفعال كذلك سوف نتعلم رسم المعاقب الهوائي والمعاقب الكهربائي وفي النهاية سوف نتعلم كيفية رسم مقطط جيموب وبإذن الله هذه الأسئلة سوف تصبح بسيطة أبسط من بساطة بسيط تلميذي الأعزاء اللي ما شاهدش الحصة السابقة من مستحسن يشاهدهم باه يتمكن من مادة الهندسة الكهربائية هيا جمعنا نبدأ فاصل ثم نواصل تلميذي الأعزاء أولا هذا الموضوع موجود في صندوق الوصف وكذلك توجد الإجابة نموذجية رحوا صندوق الوصف تلقوا روابط وحملهم بإذن الله ما تلقوا حتى إشكالية ثانيا بعد ما تكملوا لسؤال رقم 15 ولو كانت تلقوا الصعوبات واش تضغطوا تضغطوا على رقم 1 يساء الشاشة في تطبيق G20 تلقوا أمثلة أخرى وبإذن الله كوشي واللي بسبوسة ثالثا قبل ما تكمل جدول معادلة التنشيط والتخميل واش لازم تكون لازم تكون عندك استراتيجية ولازم تتبعها بهما تغلص هذه استراتيجية تنظم لك أفكار أنتعك إذن استراتيجية هذي واش هي يا جماعة أولا ابدأ بمتمل الأمن واستخرج رقم المرحلة التوقف يعني قبل ما تكمل معادلة التنشيط والتخميل روح حوس على مرحلة التوقف المتمل الأمن حوس على F-GPL واشوف رقم المرحلة هل هي X200, 200, 21, 300, 400 قدر هذه المرحلة يغيرها لك هذه أول حاجة ثاني يجب أن تعرف ما هو الجدول التي يطلبها وهو جدول من Classrol معادلة التصميم للأشغولات المتمن قيادة والتهيئة اذا يطلب منك koska رقم المرحلة لك إيهة ترى 1.JPL واشوف الرقم المرحلة اذا طلب منك operating력 2.Cloud Plus 18.C المتملує اعتماد من F-J من ثم 70.C من الظ performed on 5.Box ترى 1. لا تخلق أيضا كل شيء وإلا شأن تغير من هذه الطريقة هنا أو أمل أسئلة الانتعادلة تغير في الضتفر اذا اول حاجة ابدأ بمتمن الامن واستخدر من مرحلة التوقف. ثاني حاجة ارسم الاسهم المساعدة الموجهة. واشو معناتها? سهم الدخول اللي يدخل مستطيل والمربع المتمن. وسهم الدخول المعنى الاستقبالية يسمى التنشيط. وسهم الخروج لي خرج من المربع واحده ويسمى التخمين. استاذ كيف هذين ما فهمتاش? اذا كنت تفهموها. اذا مثلا مرحلة اثنين واربعين حاجة اخرج لمعادة التنشيط والتخمين. يعني اول حاجة كيف يدلي متمن وشن دين. نرسم الاسهم المساعد قسم الموجهة بهذا اشاء. كما كنت لاحظوا. اه. كما بواحدة واربعين عندها سهم الدخول واحد اللي يدخل المربعة على المتمن. وواحدة واربعين يخرج منها السهم. اذا مثلا ثنين ورابعين حاجة نخرجهم معادة التنشيط والتخمين. شوف مععنا له. اذا ثنين واربعين جاي لها سهم واحد. اذا ما معانته هذا هو معادلة التنشيط مع انت معادلة التنشيط واحدة هذا سهم من بقصة оло من سهم من مرحلة اكس وحدة وربعين وقابلية محققة تدة. ؟ يروح المرحلة اكس وحد وربعين بدون قابلية . اذا اكس واحدة وربعين التخميل وشي هو السهم الخروج ونيروح اللي هو X43 بدون قابلية هذه لازم لازم ترسمها بات ساعدك خاصة في تعاقبات أو ولا تعاقبها ولا إعادة المراحل ولا قفز المراحل بإذن الله مش هتخليك تغلط راح توجهك لإجابة صحية إذا جمع بعد ما عرفنا استراتيجية أروحون طبقها بهنف فهمها مليح 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 هيا تلميذ الأعزان طبق الاستراتيجية وشي طانع 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 متمن لأشغولها رقم خمسة تعاقبه هو قفز المراحل ركزه على هذا السهم اللي هو نازل مش يصعد وثاني حاجة نجيبه متمن الأمن بحن نعرفه مرحلة التوقف إذن وش نديره في هذه الحالة بما أنه أعطالي أشغولة خمسة أشغولة خمسة تنتمي متمن إنتاج العادي جي بيان إذن وش نحاوسه نحاوسه على F slash جي بيان إذن F slash جي بيان موجودة موجودة في مرحلة X200 X200 هي مرحلة التوقف هي التي تحكم في متمن إنتاج العادي جي بيان تنشط كل مرحل ابتدائية 10, 20, 30, 40, 50 وتخمي باقي المرحل مع أنت X200 داخلها في التنشيط في المرحلة الابتدائية وداخلها في باقي المرحل عن طريقة تخميل إذن هاي يجمعوا وش نديره؟ نجيبوا جدول التنشيط والتخميل ثاني حاجة لازم ديروا نقطة على مرحلة الابتدائية X50 بها نبدأ بها بيزيد نسبة تركيز لأنه قادر يميد لك في المرحلة لأنه في السطر الأول قادر يميد لك X51, 52, 53, 54 وأخرى سطر 50 وانت بطريقة الوعي ممكن تغلط فيهم على هذه المركز حوز على مرحلة X50 ندير عليها النقطة وأبدأ بها إذا مش قلنا نروح من المتمن الأمن إذا المتمن الأمن وش يدير عند حدوث الخال المتمن الأمن وش يدير ينشط المرحلة الابتدائية ويخمل باقي المرحل إذا وش نديره؟ في المرحلة الابتدائية نكتبه ZX20 ويخمل باقي المرحل إذا وش نكتبه ZX20 في باقي المرحل أستاذ لماذا لم تضع في X20 ودرتها ZX20 لأنه الخطأ ويرد في أي لحظة مع أنتها حدوث خلل في أي لحظة مع أنتها ويرد زيد لو كنت ندير فيه وش مع أنت الخطأ ديما موجود مع أنتها نظام ديما فيه قطأ لها ديما نديره ZX20 تراميذ الأعزاء بعدما كملنا خطوة الأولى تعمل من الأمن ودرنا في مرحلة ابتدائية بنسبة التنشيط وباقي المرحل بنسبة التخميل نروح الخطوة الثانية اللي هي نخرج مع عدد التنشيط والتخميل ونرسم الأسهم المسعيد هذه أجمعنا نبدأ بأول مرحلة كما كنتم تلاحظوا مرحلة خمسين نحن نبدأ بها الأولى إذن مرحلة خمسين هذه شكوين نشطها؟ نشطها مرحلة سابقة مربوطة بالقابلية كما كنتم تلاحظوا هذا هو سهم الدخول هو التنشيط إذن X50 عندها سهم واحد هذا سهم دخول من جهة جهة من مرحلة X50 مرفقة بالقابلية X5 إذا كان نشطها نكتب هنا تنشيط مرحلة خمسين تنشيطها مرحلة X54 وشرط محقق وشرط وشي هو X5 هذا بنسبة X50 بنسبة التخميل هي أسهم الخروج كما Guru عدد سهم الخروج هذا درته بلون الأزرق إذن X50 خارج منها سهم واحد لما راح هذا الأسهم رايح لمرحلة 51 إذن وش نقوله في التخميل؟ إذن مرحلة X50 يخملها X51 هذا بنسبة للمرحلة خمسين بنفس الطريقة الجمعة نرسم مرحلة 51 ونرسم الأسهم المساعدة إذن مرحلة 51 بلون البنفسة جايها سهم واحد من جهد السهم من مرحلة X50 إذن ماذا نقول X51 تنشطها المرحلة السابقة X50 المرفوقة بهذا الشر بهذه الاستقبالية إذن نكتب هنا X51 تنشطها المرحلة X50 بلون الأحمر و X5 في X104 زياد X105 هذه هي الاستقبالية هذا بنسبة الترشيد بنسبة التقميل X51 كما تلاحظون خارج منها السهم الأول والسهم الثاني كذلك خارج منها المرحلة 54 هذه نصم مهم بلون الأزرق إذن X51 خارج منها السهم الأول X52 أو إذن جماعة لا قلت أو تعاقب أو تعاقب قبض المراحل و تعاقب إعادة المراحل و كل زائد ماذا ندرون فيه؟ اللي تعاقبوا فقط اللي تلقوا في خطين متوازية إذن ما نقوله؟ X51 يخرج منها السهم الأول يروح X52 و يخرج منها السهم الثاني و يروح يروح X54 إذن كده كينا احتمالي هنا كي نزوج احتمالية تخميل إذن ماذا نكتب هنا؟ نكتب X51 يخملها إما X52 أو X54 إذن تخميلها المراحل البعدية هذا بنسبة X51 بنفس الطريقة ندرس X52 X52 أجمع جايها سهم واحد من وين جايها؟ من X51 إذن ماذا نقول؟ المرحلة X52 تنشطها المرحلة السابقة X51 مرفوقة بالشرط N هذا بنسبة الطريقة نكتب هنا X51 في N أما التخميل X52 يخرج منها سهم واحد موجه لم يروح يروح المرحلة X53 فقط إذن ماذا نكتب هنا؟ X53 أو وجود خلال زيد X20 هذا بنسبة المرحلة X52 رحوا المرحلة X53 كذلك تنشطها المرحلة السابقة X52 مرفوقة بالقابلية P2 بار إذن نكتب هنا X53 تنشطها المرحلة X52 في P2 وX53 خالج منها سهم واحد موجه إلى مرحلة وش هي X54 إذن ماذا نقول X53 تخملها X54 فقط أو في حالة وجود خلال زيد X20 وآخر مرحلة جمعة X54 كما تلاحظوا جايين هذو جأسهم بها ركزه لازم نرشمهم إذن سهم الأول جايها من مرحلة X53 مرفوق بالP2 أو جايها سهم الثاني من X51 نتبعوا إتجاه السهم هذا هابط لها لما راح هذا السهم راحها إذن كده كان احتمال تنشط هنا كنزوج احتمالات إذن نكتب هنا ما الذي ينشط X54 تنشطها المرحلة السابقة X53 إذن كده خلال 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 هذا بالنسبة لمعادة تنشط والتخميل جماعة هنا ينسيت ما خدمتكم أفعال أفعال بسيطة إذا ما نقوله في المرحلة X52 عندها فعل واحد اللي هو كام 2 وفي المرحلة 53 عندها فعل واحد اللي هو كام 2 كذلك أما X50 و X51 و X54 ما عندهم مش مخارج ما عندهم مش أفعال هنا جمعا كملنا سؤال الرقم 15 هيا راح السؤال اللي بعده السؤال الرقم 16 قال لكم أكمل جدول معادة التنشط والتخميل والأفعال لمرحلة X101 و X102 من متمن قيدة والتهيئة إذن واش لازمنا نتبع نفس الاستراتيجية أول حاجة نشوف المتمن قيدة والتهيئة اللي سنخرج المعادة للتنشط والتخميل ثاني حاجة نجيب المتمن الأمن بما أن هذا المتمن قيدة والتهيئة نحوص على F-GC ونرى المرحلة يتحكم فيهم كما تلاحظوا F-GC ما تحكم فيها مرحلة توقف X20 ما تحكم فيها مرحلة توقف X20 ما تحكم فيها في المعادة التنشط والتخميل زيد X20 إذن نكتبه مع بعض إكمل جدول معادة التنشط والتخميل والأفعال لمرحلة X101 و X102 إذن نجيب الجدول هذا جمعا هنا يزدتكم مرحلة X100 من عندي إذن هيا نبدأ نجاوبه X100 هي مرحلة ابتدائية إذن مش نقول نمت من الأمن وش يدير ينشط مرحلة ابتدائية ويخب من الباقي المراحل إذن زيد X200 ونديروها نديروها في المرحلة الابتدائية هنا ويخب من الباقي المراحل بهذا الشكل ثاني حاجة تلميذ الأعزاء رحوا نرسمون الأسهم الموجهة أسهم الدخول هي التنشط وأسهم الخروج هي التخميل إذن هيا نبدأ بأول مرحلة إذن أول مرحلة ليها X100 كما تلاحظون لا يوجد سهم الدخول إذن لا يوجد مراحل سابقة لتنشطها إذن على هذه وش نجعله غير X200 إذن وش نقوله X100 تنشط في حالة واحدة عند وجود خلل فقط أما X100 يكون يخملها هيا نشوف الأسهم الخروج خارج منها السهم واحد لما رايح رايح X100 واحد أعطوا سيجمع هذا السهم وش خارج شوفوا الاتجاه رايح الويش رايح X100 واحد إذن وش نقوله X100 خارج منها السهم واحد إذن X100 كنت تخملها تخملها X100 واحد نكتب هنا X100 واحد هذا بنسبة لمرحلة X100 رحوا المرحلة بعدها اللي هي X101 كما تلاحظوا X101 جايها السهم الأول من X100 والسهم الثاني اللي رايحها رأس تاحها الموجه إلى رأس تاحها من جايها جايها من مرحلة X100 وستة بهذا الشكل شتوكي غا إذن وش نقوله في هذه الحالة X100 وجينها خطين وبما أنه هذا تعاقب إعادة المرحلة وش نقوله وش نقوله وش نقوله وش نقوله X100 شكنت نشطها إما تنشطها X101 في إينيت أو السهم الثاني وين جايها من جايها جايها من X106 من فوق بالقابلية إينيت إذن في هذه الحالة تقدر تخرجه عامل مشترك إينيت وش تقوله X100 زيد X106 الكل في إينيت هذا بنسبة التنشيط رحوا بنسبة تخميل X100 وواحدة رحل 102 جمع حذاري هذا السهم رحوا راجع ماشي هابط لو كان جايها هابط نورمال عادة يدخل في التخميل إذا نش نقوله X101 كنت قملها X102 فقط نكتب هنا X102 ونروحوا آخر مرحلة X102 نروحوا نسيلكسيونيها X102 نجمع ركزوا معي أول سهم جايها من X101 مع مرفوق بالقابل ياسي إي والسهم الثاني هذا رحل رأسا تحت دخول سهم الدخول إذن X102 كذلك تنشطها المرحلة X105 مرفوقها في القابلية Condition Initial إذن وبما أنه تعاقب أو معنا نقوله إذن ما نقوله X102 تنشطها X101 في Condition Initial زايد السهم الثاني X105 في Condition Initial وهنا بما أنه كان عامل مشترك CE تقدر تخرجه عامل مشترك CE وتولي X101 زايد X105 الكل في CE وآخر حاجة اللي هي التخميل كما كم تلاحظون X101 خارجين منها زوج أسهم تعاقب هذا وشي هجمع تعاقب أو سهم الأول خروج لما رايح راح X103 وسهم الخروج الثاني لما رايح راح X106 وبما أنه تعاقب أو ندير مبيناتهم زايد إذا ما نقوله X102 كون تخاملها تخاملها X103 أو X106 بدون قابلة تخميل بدون استقبالية تنشير باستقبالية إذا ما نقوله X102 كون تخاملها إما X103 أو X106 وبالطبع أو وجود خلال X20 هذا بالنسبة المعادلة التنشير والتخميل تعمل من قيدة وتهيوية جمع سؤال آخر قاد يأتيكم في البكالوريا وما يقول لك اكتب المعادلة العامة للمرحلة هذا السؤال يأتي في البكالوريا يأتي هذا السؤال إذا معادلة العامة للمرحلة كيفية XN معانتها كيفية سواء 100 أو 101 أو 102 وما تساوي معادلة التنشير التي خرجتها من جدول التنشير زائد MN ما معانتها من المرحلة هذه المرحلة وما معانتها إذا كانت X13 إذا هنا M13 إذا كانت X102 معانتها M12 يعني أي مرحلة عندها الذاكرة هذا كامل كل في وقت في معادلة تخميل من فيها اكتب هذه المعادلة كل شيء بسيط مثلا أعطيكم مثال مثلا أطلب منكم X100 أكتب لمعادلة العمل إذا نكتب X100 ماذا يساوي تساوي معادلة التنشير وما هي معادلة التنشير X200 زائد ميموارة M100 كل في وقت معادلة التخميل وما هي معادلة التخميل تحميل الجدول X101 إذا لم تساوي معادلة التنشير X200 زائد زائد الذاكرة أكتب وما هي M100 زائد الذاكرة ما المرحلة كل في واش كل في معادلة تخميل يمكن X101 إذا كل في X101 ضح ونجمع الزائد وكملنا معادلة التنشير والتخميل سؤال 17 هيا تلميذ الأعزاء نكمل تسيد 8 شغولة 5 بتكنولوجيا المربوطة بالضبط بتكنولوجيا الهوائية باستقدام معاقب هوائي كما تلاحظوا هنا أعطاكم شغولة 5 اللي فيها قفز المراحل وهي أصعب تعاقب لا أفهم تاريرها كل شيء كل شيء يراه سهل كما عودتكم من قبل قبل أن نرسم المعاقب الهوائي والله أي حاجة نعطيكم استراتيجيا نتبعوها ومن بعدها نبدأ ونحقوا فيها خطوة خطوة حتى نوصلوا إلى نهاية التاحة تلميذ الأعزاء بعدما تكملوا في فيديو سؤال رقم 17 لو كانت تلقوا إشكالية تقطعوا على أيقون رقم 2 في تطبيق G20 تشوفوا مثال آخر من بعدها كان ملاحظة أخرى قبل أن ترسم معاقبات الهوائية وش لازم تشوف الاستقباليات وش معناتها؟ وإن تلقى استقبالية مكتوبة A وش لازم لك تجيب لها بوابة أوروبية برمز نفي إذن هذا هو رمز البوابة نفي إذن هذا A كيف يفوت على هذا المربع فيه واحد نفي يش يمد لي وإن تلقى A لازم تدير هذا الرمز ثاني حاجة وإن تلقى استقبالية A زيد B ما تديرهش بالبوابات الأمريكية وما تديرهش بالمقاييس الكهربائية بسكو هذا يمشي بالهواء إذن ممكن تلقى A زيد B استقبالية وش لازم لك تجيب بوابة أور هذا هو رمز تاحا وش هو أقل أو يساوي واحد إذن هذا مدخل A هذا مدخل B إذن مخلج تاحاوش يساوي يساوي A أو B ولا تلقوا مثلا مرحلتين مرحلة X13 أو X14 وش لازم لك؟ لازم لك تجيب بوابة أور هنا وش كل مدخل تاحا X13 وهنا X14 ولمخلج تاحاوش يساوي X13 أو X14 هذا يمكن تلقى حاجة زيد حاجة أما آخر حاجة وش هو كي تلقى استقبالية في استقبالية مثلا A في B تلصي لبوابة N ولا تلصي مقياسين على تساس ونجد رمز أو بي إذن كما رمز أو بي بوابة A وفيها مدخلين مدخل الأول تكتب A مدخل ثاني تكتب B وهنا رمز أو بي وش معنى أند هو الوو والمخلج تاحاوش يساوي A في B وش معنى تلقى هذه الاستقبالية جودة أو جمع أو نفي استعمل هذه البوابات حذاري من استعمال تماسات الكهربائية ثالثا لازم تستعمل استراتيجية بتنظف أبكار تاكمة القاشة إشكالية هذه الاستراتيجية فيها ثم خطوات الخطوة الأولى ابدأ بالتغذية الهوائية الخطوة الثانية ترقيم كما كنت لاحظون أعطان لترقيم موجد الخطوة الثالثة ابدأ مت من الأمن ينشط مرحلة ابتدائية ويخمل باقي المراحل خطوة الرابعة ابدأ بتفرع إذا كان موجود إذا كانت تعاقب خطي معنا مثل هذه اذهب الى خطوة الخامسة خطوة الخامسة الاستقبالية ابدأ بها الخطوة السادسة خطوة التنشيط ما معناتها؟ ارسم سهم خروج من مقياس السابق من الأطاع اده للسهم الدخول وهو مدخل تعمل قياس الموالي يجمع مدخل القوشطة الخطوة السابقة تقوم بالعكس تخدم خطوة التخميل إذا ارسم خطوة من ب الموالي الى مدخل السابق نرسم الأفعال ولا مخرج هيا جمعا نطبق الخطوة هذه بترتيب بإذن الله كل شيء سهل هيا اول حاجة نبدأ التغذية اذا نرسم رمز التغذية هذا هو دائرة وفيه نقطة وسمى بي هذا نغذي بخمسين واحدة وهذه واحدة خمسين واحدة مربوطا مع بعض كذلك نغذيهم فتح التغذية بنوماتيك اذا هنا طبقت الخطوة الاولى خطوة الثانية الترقيم ترقيم هارطاه لي خطوة الثالثة ابدأ بمتمل الأمن ماذا لازم ندره نجيبه متمل الأمن وبما انه اشغل خمسة نحوصل على F جي بيان وغراء موجودة كما تلاحظوا اكس متين واجمع هنا لا ترسيد المدمن احنا نخدم لكم غير بالمتابع مع هذه الشيء نخدم لكم معادة التنشيط والتخميل هذه الطريقات ثانية بل هذه الطريقات ثانية تعجبك خير من طريقات معادة التنشيط والتخميل اذا كما تلاحظوا تنشيط مرحلة ابتدائية وتخميل باقي المراحل اذا المدخل التنشيط هو A سنربطوها بالA وباقي المراحل سنربطوها بالB وبما انه عندي اكثر من مرحلة اجدار التقنيين خدموا مدخل جديد سموه Air هذا المدخل يخميل جماعي تركب 51 و 53 و 54 و 54 كتلة واحدة بمجرد المدى الهواء في Air تخميله مع بعض بها الناحية اذا كنت تخميل جماعي اربط في Air نرسمه و نكتبه X200 اذا نرسمه X200 نرسمه X200 نرسمه X200 و نرسمه X200 و نرسمه X200 و لا نرسمه X200 في A لانه X50 لانه X50 لديه احتمال التنشيط اما ينشيطها X200 في حالة وجود خلل او تنشيطها مرحلة السابقة X54 مرفوقة بشر على هذه الجماعة و لا يجبني بوابه Or لدي اكثر من طريقة التنشيط هذا بالنسبة ل X200 ربطته في A معانتها التنشيط مرحلة ابتداء اما باقي المراحل X200 و نربطها نربطها في ال Reset نربطها هنا بهذا الشكل هنا جمعوا و جدرنا كمننا متملئا خطوة ثلاثة ابدأ بالتفرع اذا كان موجودا اذا ما كانت تفرع موجودا نروح الخطوة الخامسة هيا نشوفو هل هو تعاقب خطي ولا غير خطي كمانكم تلاحظون هنا تعاقب غير خطي لا لانه في تفرع قفز المراحل معانتها خطوة رابعة ما راح ينطبقها اهم خطوة نشاهد ما تطبق خطوة رابعة و ش احيولي لك احيولي لك تعاقب وحيد احيولي لك تخدم بستي التعاقب وحيد نشاهد اذا نحوصوا الى المرحلة التي حدث فيها تفرع و ش ما تحدث فيها تفرع خرجوا منها الزوج السهم اذا مرحلة 51 خرج منها السهم راحوا 52 والسهم الثاني راح ربعة وخمسين اذا هذه 51 راح نحوصوا عليها اذا هذه هي المرحلة إذن هذه المرحلة التي حدث فيها تفرع من بعد وش نحوصه؟ نحوصه على الشروط المشتركة إن وجدت في تعاقبين ها هو تعاقب الأول في أن وتعاقب الثاني في أنبار كما كنت لاحظوا هنا لا توجد شروط مشتركة على هم لا توجد شروط مشتركة تقابل استقبالي الأولا أن واستقبالي الثاني أنبار ما كالشرط المشتركة إذن حاجة مشتركة واحدة وشي هي واحد منطقي عنصر حياد إذن وشرح ندير في هذه الحالة جمعة نسمو الشروط المشتركة هنا في واحد وخمسين إذن بما أنه لا توجد شروط المشتركة وش نسمو فتح التغذية بنوماتيك وفتح التغذية بنوماتيك وش معنى الهواء دي ما موجود معنى تهي الواحد منطقي إذن نكتبوا واحد منطقي جماعة إذا أعطى لك تعاقب واحد أخر وكيني شرط مشتركة مثلا أعطى لك شرط الأول N في A وشرط الثاني N بار في A معنى شرط المشتركة هنا وش هي A هنا اكتب A اكتب A إذا ما لقيت الشرط المشتركة أرسمني فتح التغذية بنوماتيك واحد منطقي هذه أول حاجة بعدها ككملنا هذه شفتوا هذا السهم هذا السهموش نكتب فيه نكتب فيه المعادلة معادلة المشتركة إذن هذا السهموشي المعادلة تقو هذا السهم من خارج خارج من المقياس 51 معنى تقوضي X51 في الاستقبالية إذن وشي يسوي X51 في P وP هي فتح التغذية هي واحد منطقي X51 في واحد يسوي X51 هذه المعادلة نحتاجها بزافة جمعا. ولو كان لديكم استقبالية مشتركة A مثلا هنا قيتها A، إذا نجد المعادلة X51 في A. من بعدها هنا عندي زوج خطوط. لا عندي زوج خطوط. لأنه 51 تدخرج منها الخطة الأول وخطة الثاني. هيا شوفوا الخطة الأول. الخطة الأول لما نرح. راح تنينه 50. الخطة الأول وش هي الاستقبالية تتاو? N. إذاً X51 في A. وش نقول؟ X51 و A. محققة و. إذا X51 و A. وش لازم لي بوابة A. إذاً هنا هاي وراء بوابة A. X51 نربطها بالمدخل الأول. وش مازل يخصها؟ لازم نربطها بالاستقبالية تحتها. إذاً هنا وش نجيبه؟ نجيبه هذا الخطة الآن. ونروح للعدد A. و باش نربطه بالمدخل الثاني تاع البوابة. و المخرج تاع البوابة هذي وش نكتبوليها X51 في A. ها عجمة. وش لكم تلاحظه هي نفسها. X51 في A. هذا الاحتمال الأول. وش بقنا؟ X51 في A. كما كنت لاحظه X51 في A. إذاً عندي بوابة ثانية. عندي المعادلة المشتركة X51. إذاً وش نجيبه؟ نجيبه النقطة هذي. شو هذا تفرع هذا معادلة تاع X51. نروح بالبوابة الأولى. بانحقق معادلة وش هي X51 في A. إذاً وش نجيبه؟ نجيبه نقطة هذي A. ونروحها هنا. هنا دائرة النفي. وش تولي؟ تولي A. وما خرج البوابة هذي. تولي المدقل الأول في المدقل الثاني. وش تولي معادلة تاحها X51 في أنبار. جماعة كي تخدموا هذي خلاص. هذي أصعب حاجة عندكم. كي تخدموا هذي خلاص. والتي تعاقوا بسيط جدا. هذا بالنسبة للمرحلة X51. هذي خرجه من هزوج أسهم. مرحلة 54. وش جاوها؟ جاوها زوج أسهم. إذاً السهم الأول من جهة من X53. والسهم الثاني من جهة من مرحلة X51. إذاً هنا روحوا X54. لون تاكم والله حدد تاكم بلون الأزرق. هذا المدخل أهو مدخل التنشيط. أجمعك يقول لك تنشيط تركز. إذاً هذا المدخل التنشيط. كيف يكون لديه إحتمال؟ يجب أن يجيه أمبوب من 53 أو يجيه أمبوب من 51. إذاً هنا لازمني بوابة أور. هاي وراء بوابة أور. إذاً بوابة أور نضعها بالمدخل A54. إذاً هذه البوابة أورج ما عندها مدخلين. ها وراء مدخل أول ومدخل ثاني. المدخل الأول من جهة. لكنا نشوف المتمن. السهم من جهة جهة من 53. إذاً نروحوا المخرج بي تاعت 53 نضعها في المدخل تاعت البوابة الأولى. والمدخل الثاني من جهة 54. جهة من X51 في أنبار. في أنبار. إذاً وراء X51 في أنبار. حدثتها ولا ما حدثتها. هاي وراء. إذاً المدخل الثاني نروحه بX51 في أنبار. إذاً هذه ساعدتني بزر. إذاً نجمع. وش معناتها؟ هي يعطي لك متمن تعاقب أول قفض المراحل ولا إعادة المراحل. حوس على مرحلة اللي حدث فيها تفارو خرجوا منها زوج أسهم. وحوس على مرحلة اللي تخلو فيها زوج أسهم. أبدأ بهم هما لوني هاني طبقتهم. صحيح. تخلص منهم. من بعدها نكملوا الاستراتيجية. وش تقول لك استراتيجية؟ بعدما نكملت خطوة رابعة حوس على مرحلة التي حدثتها في هذه التفارة. الخطوة الخامسة أبدأ بالاستقباليات. كيف نبدأ نبدأ في مرحلة خمسين. هما هو الاستقبالية هي التي تأتي مرحلة بف إذاً هو إدفاد المراحلة. وحوس على مرحلة خطوة الخطوة. حيث ان هذا عرض الخطوة بطبيعة اختصار بطبيعة اختصار بطبيعة اختصار. تم عمله مطلعه مطلع مجموعة. حسنة ساعده مطلعا مطلعه وانه encontraقا مختلف مجموعة واحدة يتبعه وانه لاحظه وانه لاحظه وانه اختصار بطبيعة اختصار. بإجابة كل الإجابة خطوة الرابعة هي الاستقبال المشترك نذهب إلى عمام X2 و50 ما هي استقبال الطريق الخاص بك؟ نذهب بها بإجابة إجابة هناك الموقع 52 وعدك المرحلة الخاص بك ما هي المرحلة الخاص بك؟ نذهب بكثنين المرحلة الأخيرة 54. وما هي الاستقبال الذي يأتي أسفل التاحة؟ نكتبه X5 bar وهنا فرض عليك بوبة نوت إذا هنا X5 فرض عليك X5 وما يجب عليك بوبة نوت هذه هي بوبة الأوروبية وما يجب عليك X5 bar هنا جمعنا خطوة رقم خمسة كمنا خطوة رقم خمسة إذا لم يكن قد خطوة تنشيط ما يجب عليك لك خطوة التنشيط وميجب على خطوة خمسة وانغ من المرحلة التقييم ومدخل القيام الخاص بإذاً X50 حيث يجمع X50 من قبل الآن من قبل الآن من خطوة الـ X4 bar مع Nase 50 تقول الآن X54 bar سأتكلم بوبة نوت هذه الوقتة وهناك خطوة من قبل الآن من خطوة A تقريب 50 نضيفه A 50 وبما أنه عندي بوبة أور نضيفه بالمدخل الثاني لماذا؟ لأنه X50 ما نشطها؟ إما نشطها X200 أو نشطها مرحلة سابقة X54 في X5 برهاني جسدتها كيفية؟ بسيطة جداً كيف تنشطها X50 نشطها X54 نبدأ من A 50 ونضيفه A 50 هذا بالنسبة للخمسين لنذهب الى المرحلة 51 نضيفه A 51 51 من جهة سابقة 50 نبدأ من A 50 ونضيفها A 51 وننضيفها A 51 اريدك أن ندرجنا الكلام نضيفه A 51 ونضيفه A 52 ونضيفه A 52 ونضيفه A 51 نضيفها A 51 لا نضيفها A 51 ونضيفها A 52 إذن هذه X51 في أن جسدتها لمجهزتها يورع X51 في أن ونضيها؟ نضيها الأعجمة نضيها الأعجمة تعوش ٥٥ هاني كملتها، شتو كيفة؟ شتو هذه المعادلة مساعدة ساعدتني بزارة حلت المشكلة وتولي أسئلة مباشرة بعد ونروح المرحلة ٥٥ من قياس ٥٥ إذن مقياس ٥٥ من جايو ساهم؟ جايو من مقياس ٥٥ إذن ماذا نضي؟ من الأعجمة تعوش ٥٥ ٥٥ وبما أن تركيب داخلي، ركبين في بعضهم ٥٥ مربوطة ٥٥ إذن نذهب إلى آخر مرحلة ٥٥ كما تلاحظة ٥٤، كما تلاحظة ٥٤ ساهم ٥٥ في الشرط قابلة ٥ أو ٥٥ في أنظر لو كانت تلاحظوا ٥٥ إذن ٥٥ هي جسدتها يولا لكي يخدمت هذه الطريقة نحوص على مرحلة التفرق و مرحلة التي تدخل فيها ساهمين ها، لو كان نشوفوا، هذا هو مدخلقه مدخلقه من جيو الهواء، إما من ٥٥٣ في ٥ أو من جيو الهواء من هذه المعادلة ٥٥ في أنبار وهذه جسدتها في البداية على هذي كنتم أبدأوا بهذه الطريقة بما تلقوش إشكالية هنا كملنا التنشيط رحوا لي بعدها التخميل إذن خطوة ٧ قبل الأخيرة هو التخميل هو التخميل اشترصم أمبوب من ٥٥ المرحلة الحالية كيف أستاذ هذي؟ سهلة بسيطة جداً هيا ركزوا معي مني إذن مرحلة ٥٠، هذه مرحلة ٥٠ مرحلة ٥٠، مرحلة ٥٠، ما يخميلها؟ يخرج السهم، ما يخميلها ٥١ إذن شو نجيبه؟ نجيبه؟ نجيبه أمبوب من ٥٥ ٥١ نجيبه ٥٥ ٥٠ لكي تدرس فيها هاكي ختمتها بكل بساط نزيد و روحوا لي بعدها ٥٥ ٥٠، ما يخميلها؟ نجيب إذا ما يخميلها ٥٠ ٥٥ ٥ او ٥٥ نحن نحتاج لـ ٥٥ ما كنت أخميل يغرأ ٥٠ إذا ما يخميله ٥٠ نجيبه؟ ما يخميلة ٥٠ ما يخميلها؟ من هنا يخميل إحتمالات أول ٥٠، إما ٥٥ نحن 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 بالمدخل أول أو ٥٤ هذا البيت الحن، بالمدخل الثاني هؤلت عندي ٥٦ إذا كنت يخمّل لي 51 إما X52 أو X54 هنا كمّلنا 51 رحوا 52 52 كنت تخمّلها 53 وما تلاحظون أن يراكبين مع بعض؟ تركيب داخلي صعي كل شيء مجسد داخلياً رحوا 53 53 كنت تخمّلها 54 أعطي لك مدخل B إذن مخرج B54 وإن تدّي مدخل B53 إذا كمّلت مقياس 53 وخمسين آخر مرحلة 54 ما يخمّلها؟ إذا كنت نرى السهم الخروج لماذا رايح؟ رايح 50 صحيتم إذن هذه B54 من جهة الهواء؟ يجيها من B50 إذن نذهب إلى B B50 هي التي تخمّل لي تخمّل لي 54 إذن ندخلها B54 هنا كمّلت الخطوة السابعة تعلموا عاقبة تجمعك تكمّل عاود الفيديو عاود الفيديو إن شاء الله يقول لك هذا سهل بسبوسة بعد ما تكمّلت التخميل هذه الخطوة السابعة أروحوا آخر خطوة وش هي اللي هي الأفعال؟ هيا جمع نبدأ مرحلة 50 ما كاش فعل؟ وش لازم لي سددها؟ بها ما ينفذش الهواء؟ مرحلة 51 ما كاش أفعال؟ وش لازم لي؟ لازم لي سددها بها ما ينفذش الهواء؟ مرحلة 52 عندي كآم نارس مساهم متجه نحو كآم بعد ما كملنا 52 رحوا 53 فيها فعل واحد وش نارس مساهم متجه نحو كآم 2 هيا جمعنا كنا قادر نقل بوابة خطوة حيث فاندي خطوة 52 وش نتحكم في نفس المحل اذا لا نقل بوابة خطوة مدخلين نقل بوابة ومن ثم ينفذش مرحلة كآم 2 بما ان لا نقل بوابة فالأفعال ونهي لا نكتزم ثم هذا بنسبة ثلاثة خمسين بنسبة ربعة خمسين مكنش الأفعال وش نديرو نديرو سدادة وهنا مبرك عليك رسمت أصعب تعاقب واللي هو تعاقب قفض المراحل ولا إعادت المراحل كي تصم تعاقبت هذو كل شي رهوي واللي بنسبة ليك سهل وبإذن الله العالمة مضمونة إذا لقيت إشكال يا جماعة عاودوا لبداية الفيديو عاودوا فهموا الاستراتيجية وهنا جماعة كمانا سؤال رقم سبعتاش هيا رحوا السؤال رقم ثمونتاش رح نجزده بشغولة خمسة مرة نديرناها بتكنولوجيا مربوطة الهوائية ميدرك وش حنديروها بتكنولوجيا مربوطة الكهربائية تلميذ الأعزاء أول حاجة بعد ما تكمل معاقب الكهربائي لقفض المراحل إذا لقيت مشكلة أضغط على رقم ثلاثة في تطبيق G2020 ثاني حاجة كما شفنا في المعاقب الهوائي نحتاج بوابات أوروبية في المعاقبات الكهربائية ما نحتاج لا بوابات أوروبية ولا بوابات أمريكية وش نحتاجو نحتاجو التماسات لماذا لا يحتاجو بوابات أمريكية لأن المقياس هذا يمشي ب 24 فولت والبوابات المنطقية يمشي ب 5 فولت إذا البوابات وش حصل يصالها تتلف إذا صبت البوابات أعربي لي رأيك رأيك غالط وهذه البوابات ستتلف إذا في هذه الحالة وش لازم لي نعرف لازم لي نعرف لازم لي نعرف الاستقبال يكتعد حاجة في حاجة والله متغير زي المتغير ولا يكون متغير من فيه كما نجمع مثل تلقوا استقبالي A في B بصفة عامة كيف نجزدوها في التكنولوجيا المربوطة الكهربائية نصمو ملمس A مفتوح في حل طرحها على التسلسل مع ملمس مفتوح B هذي كيف يمد لي A في B لو كان يقول لي A في B في C نصمو تتمست على تسلسل احتمال الثانية حتلقوا A Z B ولا A أو B إذا في هذه الحالة وش نديرو نصمو ملمس A مفتوح في حالة راحة على التوازي مع ملمس بمفتوح في حالة راحة والاحتمال الأخير وش هو قادر نتلقوا استقبالية منفية مثلا A بار إذا A بار كيف نجزدوها في التكنولوجيا المربوطة الكهربائية هي ملمس مغلق في حالة راحة إذا مثلا جمعته A Z B بار إذا نصمو ملمس مفتوح في حالة راحة Z على تفرع ببار لازم يكون مغلق في حالة راحة هذه لازم تبدو بها هي الأولى كي يجمع من ذلك يصمو البوبوبات المنطقية وهذا أكبر خطأ حذاري حذاري من استعمال البوبوبات المنطقي هذه الحاجة الثانية الحاجة الثالثة لازم تكون عندك استراتيجية استراتيجية هنا فيها سبع خطوات الخطوة الأولى هي التغذية الكهربائية المقال السكهربائية تمشي بـ 24 فولط مستمر ركز زمعي مليح لا تمشي بـ 24 فولط متنى و 24 فولط مستمر إذا لم يجب عليها هنا يجب عليها محول خافظ و جسد كريتس ثانية حاجة والترقيم ثلاثة حاجة ابدأ متمن الأمن كما شفنا في معاقب الهوائي رابع حاجة ابدأ بتفرع إذا كان موجودا بنحيول مشكلة تفرع مباشرة القابليات والاستقبليات خمسة نسمو الاستقبليات وستة نبدأ بالتنشيط نسمو خطوط التنشيط من F2 مخرج تعلمي قياس الى 1 كمدخل واخر خطوة هي نسمو خطوط التخميل كيف نسمو هذا الخط هذا المقياس التي تدرس فيه خرجت من F1 كما خرجت الى F3 كمدخل لا تخلقوش هذا كامل نفهموه إن شاء الله ويقول له بسبوسة هيا نبدأ نطبقه هذه الاستراتيجية أول حاجة وش قلنا تغذية إذا وش نديره هنا يا ركز معامله نرسمو محول خافظ كما كنت شوف هذا محول خافظ ووجودنا له جسد كريتس ورسمنا له رمز تعوه هذا وش هو اللي جاي مننا قطب الموجب وهذا اللي جاي مننا قطب السالب وكما تلاحظوا أي مقياس عنده AZ وC ناقص AZ نرى بقطب الموجب وC ناقص بقطب السلب إذا وش نديره في هذه الحالة هذه القطب الموجب نرى بقطب AZ وقطب السلب C ناقص بنفس الطريقة AZ وC ناقص ندهم AZ وC ناقص منها بما يخلوش ربس معاقدة ومو يفيش اسلاك بزهر أرسمتها لكم هنا وكتبتكم 24V DC هنا هاكم تشوفوه هذا هو رمز التوطم مستمر ولا نكتبه DC ثاني حاجة هي ترقيم ترقيم ما هو موجود عندي ثالث حاجة ابدأ بمتمل الأمن بما أنه شغلة خمسة تنتمي جي بي نحاوص على مرحلة التوقف إذا فصلة جي بي موجودة في X20 إذا وش يدير متمل الأمن ينشط مرحلة ابتدائية ويخمي باقي المرحل إذا وش هو المدخل تنشط بالنسبة لمقياس الكهرباء اللي هو ديمة أغربها أغربها هو مدخل تنشط وش كون هو مدخل تخميل في المقياس إذا إياه F3 يزاد تخميل جامعي إذا وش نديره وش نقولنا المتمل الأمن وش يدير ينشط مرحلة ابتدائية معنات هذه X20 لولا ومباش نرطها نرطها بأو ربعة إذا نرطهم بالقطب الموجب وهذا الملمس الأول نرطه بأو ربعة وش يبقى أنها قناة 51-52-53-54-54 شرخة تخميل الجامعي وش نلتقل إذا كنت ملمس الثاني ونرط نرطه بـ متخل تخميل جامعي لا أكثر الأسلاق ونطلب عملها التقنية ما يحاوز على طريقة البسيطة ويقل عدد الأسلاق إذا كنت جمعنا خطوات الفائر لما أغرأنا في الأمن الملمس أول ينشط مرحلة ابتدائية وملمس ثاني يربطه بزيد بلس يخمي الباقي المرة قد يملككم ملمس واحد فقط اذا هذا الملمس ربطه بلس تربطه بلس وهذه احسن طريقة كتديروا ملمسين خطوة رابعة ابدأ بالتفرع ان كان موجودا اذا نجيبوا المتمن كما كنت لاحظوا هنا عندي وشي وأشغالة خمسة هي تعاقب قفز مراحل اذا هذا تعاقب ليس خطي ما عندها نطبق عليه خطوة رابعة قبل ما نبدأ نجمع في الخطوة الرابعة كان واحد من الملاحظة بسيطة تسهل لك خدمة شوفوا الاستقبالية الأخيرة اللي مكتوبة X5B واش ندرها نمسحها ونعود ونرسموها فوق X50 بهذا الشكل شوفوا معيني رصمت الاستقبالية وكتبتها X5B هذه خطوة تساعدني بزيد اوكي اول حاجة تديرها تساعدكم بزيد 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 من بعد اجمعوا رحوا نطبقوا الخطوة الرابعة ابدأ بالتفرع ان كان موجودا اذا اين حدث التفرع حدث في المرحلة 51 51 خرجوا منها اسهم اللون 51 ورحموا المقياس هذا اللون بنعرفه باللي هو اللي ستكون فيه ملاحظة من بعد 51 جمعة خرجوا منه سلك خرجوا منه سلك رح 52 والسلك الثاني رح 54 اذا كده كان سلك كان ينزوج اذا معناتها هذا 51 من F2 خرجوا منه سلك لو كان نروحوا الـ F2 هنا نجدهم محجوزة F2 ستكون مربوطة مربوطة بالـ O معناتها هذو الأسلك سنزوج لحن خرجهم الـ O1 ها هو السلك الأول والسلك الثاني اوك يا جماعة لو كان نعطى لي F2 خرجوا منها زوج أسلك بما انه F2 مربوطة بالـ O1 تركيب داخلي معناتها O1 هي نفسها F2 هنا نرسمه زوج أسلك في O1 هذي أول حاجة ثاني حاجة المرحلة 54 جماعة لو كانت تلاحظوا كده جاي لها سهم جاي لها السهم الأول من 53 والسهم الثاني من 54 معناتها تنشيط كنقول لـ 54 50 معناتها التنشيط وش نحتاجه نحتاجه O4 O4 هو التنشيط تلقي التنشيط إذن في O4 أو 54 نرسمه كذلك سلكين على تفرع السلك الأول والسلك الثاني يعني أول حاجة جماعة أبدأ بهذه السلكين هذا سيحلو لك المشكلة من بعد جماعة رحوا الخطوة الخامسة عسم الاستقبالية لكل مقياس إذن هاي نبدأ بمرحلة 50 إذن نقططة على مرحلة 50 وش ننديوه الاستقبالية لجاية فوق المرحلة عكس عكس المراقبة الهوائي جماعة هنا ركزوا على هذه مساحة القابلية ودرتها الفوق ذلك وش نوال نديروه في المعاقبات الكهربائية كل مقياس نديروه الاستقبالية لجاية فوق لجاية رأسية كما كنت لاحظون X50 وش الاستقبالية لجاية فوقها X57 إذن وش نديرو الاستقبالية نرسمها ما بين O1 و4 إذا هنقدى عندي استقبالية عندي X5 إذا مش نديرو ناصموا تمس مغلق في حالة طرحة لها صمتم مغلق في حالة طرحة لأن الاستقبالية X5 تمس مغلق كما شفنا A وش يودي المتتلم ملمس المغلق في حالة طرحة هنه كمنا خمسين بناصل طريقة 51 شوفوا 51 51 فوقها كنا X5 X104 ZX105 ما بين X105 و X104 ملمسين على طرحة كما قلت لكم في البداية وهذا نزوج على تسلسل مع X5 إذا وش نبدأ نبدأ بالملمس X5 سيكون مفتوف في حالة طرحة لا يوجد X5 فيه ما بين قوسين X104 X105 زايد ما بينه مزايد معناتها ملمسين على طرحة إذا نكتب X5 ونرسمه ملمسين على طرحة الأول X104 مفتوف في حالة طرحة والثاني X105 مفتوف حالة طرحة وهذا باش نربطهم بأ 4 هنا مبروك عليك كملت X5 وقعت 50 بنفس الطريقة روح 52 إذا 52 جمعك تلاحظوا هنا تلاحظوا باللي كينا استقبالية واحدة هذه أنبار لا يوجد دخل ركزوا معي منه إذا 52 هاي وراء 52 عندها استقبالية هي أن هذه أنبار لما رايحة 54 إذا هن هن ديره في 52 نرسم استقبالية واحدة وش يحتاجه هذا خق مساعد نرسم الاستقبالية فوق المرحلة فقط 52 هيروح لبعدها مقياس 53 كما كنت تلاحظوا مقياس 53 وش هي الاستقبالية فوق P2 بار كما كنت تلاحظوا X53 الاستقبالية موجودة فوق P2 بار إذا هن نرسم ملتقط مغلق في حالة طرحة بهذا الشكل ونسميه P2 وهنا نزيد موثلثة وخمسين المرحلة الأخيرة جمعها ركزوا معايم مليح المرحلة الأخيرة كان استقبالية لجاية فوقها كان الاحتمال الأول P2 أو احتمال الثاني وش هو N بار هيا نجمعها نجرس الاحتمال أول P2 من جاي شو معايم مليح P2 جاي من 53 إذا ما نرسم هنا نرسم الاستقبالية ملتقط P2 وفتفح هنا نزيد ومثلث معانتها ملتقط هذا الاحتمال الأول والخطة الثانية من جاي شوفوا الخطة الثانية من جاي جاي من 51 معانتها هذا الخط هذا الخط نزيد له ملمس مغلق في حال الطرحة لماذا لأنه أن بار إذا نسمو خط مغلق في حال الطرحة ونرطه بهذا الشاك هنا يا جماعة كملت الخطوة رقم خمسة خطوة بسيطة جدا هيا رحوا الخطوة ما قبل الأخيرة خطوة السادسة خطوة التنشيط يعني شوفوا المرحلة كونت نشطها خطوة التنشيط وش نرسم نرسم سلك من واش جاي من F2 مرحلة سابقة إلى واحد مرحلة الحالية التي تدرس فيها هيا جماعة نبدأ في المرحلة X50 هذه X50 X50 خطوة التنشيط هو الدخول إذن X50 خطوة من جيها من 54 إذن نرسم من F2 أبدأ من F2 تدرس ونرسم U1 لتدرس فيها هذا خطوة التنشيط هذا بنسبة مرحلة 50 رحوا بنسبة المرحلة 51 واش تدير شوفوا معامل 51 ما نشطها مرحلة 50 مع نرسم من F2 من F2 إلى 1 يعني من F2 تدرس 50 وين يروح هذا السيك U1 تدرس 51 نكمل بعد 52 52 و 51 و بما تركيب داخلي لا ترسم خطوة هم ركبين مع 53 53 52 52 كذلك تركيب داخلي 54 54 54 إما 53 50 أو 51 إذن هذه أنا خدمناها وجسدناها صعي إذن 54 شكرا 53 هاي مربوطة تركيب داخلي أو 51 ها وراء 51 في آن برا اللي خدمناها في البداية على هذي قد تكون أبدأوا بالبداية يحوص على المرحلة التي حدث في الترفرة ومرحلة الذي دخل لها سهمين إذا هنا قد ارسم خط نرسم ثلاثة هاي أستاذ طبقها ونشوف وش معناتها إذا نبدأ في مرحلة خمسين مرحلة خمسين يا جماعة شكون يخمل السهم الخروج شكون تخمل ها مرحلة 51 إذا رح 51 أبدأ من F1 من F1 لما تروح رح F3 لنريد لك تدرس إذا نرسم F1 نروح F3 احنا كمنا مرحلة معناتها كمنا تلاحظ هنا تلميذ الأعزاء 51 مربوطة 52 ومشي معناته معناته F1 لما خرج F1 باش مربوط F3 أو 50 معناتها 52 مجسدة معناتها موجودة تخمين كمنا نروح المتمن هنا لحظة 51 كذلك تخمين مرحلة 450 إذا نرسم F1 54 ونرسم مدخل إضافي X وشي X هذا مدخل X وظيفته تخمين مقياس حالي فقط نحتاجه في بعض الأحيان كما مثال هذا على مدخل X لأن F3 محجوز مربوط 52 إذا نرسم F1 ونرسم مدخل إضافي X هذا مدخل X يمكن ركز عليه إنه يتلقى F3 محجوز ومربوط 52 وتع عقب وحيد أرسم X هذا بنسبة لمرحلة 52 يخملها روحوا لبعدها مرحلة 52 مرحلة 52 يخملها 53 يمكن روحوا نلقوا تركيب داخل اللي معانتها مجسدة صحي اللي بعدها 53 53 جمع خارج منها 54 معانتها تركيب داخلي كما كنت لاحظ 54 مربوط مع 53 تركيب داخلي ما كان مشكل روحوا آخر مرحلة 54 خارج منها خط واحد لما رايح الخمسين إذن وش نديرو في هذه الحالة وش قلتكم خطوط تخميل أبدأ من F1 أروح لF3 تعلم قصر لك تدرس فيه إذن مرحلة 55 يخمل خمسين أبدأ من F1 نبدأ من هذا الخط ونديه نديه المدقل F3 4 50 وهنا يا مبروك عليك هنا جماعة بقاتنا آخر حاجة لأن في السؤال لا تطلب منك غير معاقب كهربائي يطلب منك إكمال دارة التغذية ودارة المنفذات المتصدرة اللي هي دارة التحكم هذه المنفذات المتصدرة إذن هنا كده عندي فعل عندي 52 وثلاثة وثلاثة خمسين هي مفعل واحد اللي هو كآم الثنين حابين نخدم إذن وش نديره في هذه الحالة إذن نبدأ ونصحه هنا كان خطأ في الدارة التحكم إذن نجيب المنفذات نمسح ونرصم ملمس مغلق في حال نسمي X-20 بار لها لازم يكون مغلق جماعة كي يصر الخلل هذا X-20 وش يصر يتفتح كي تفتح يقطع التغذية على المنفذ المتصدر عند حدوث الخلل X-20 هذا الملمس المغلق يفتح فيقطع التغذية على المنفذات المتصدر ومن المنفذات المتصدر هنا تتوقف لازم X-20 يكون مغلق على تسلسل من بعدها رحول كامثين ما هي المرحلة التي تتحكم فيها إما مرحلة 52 أو مرحلة 53 إذا نرسم ممس مفتوف حال سنسمي X-52 وهنا نرسم ممس X-53 ونغلق هذا ونرط بالكام جماعة كان يجيك سؤال يقول اكتب معادلة المخرج لكام إذا المعادلة المخرج هي المراحل التي تتحكم في هذا المنفذ ولا يوجد خلل ولا يوجد خلل المراحل التي تتحكم في هذا المنفذ ولا يوجد خلل في X-20 إذا كام مثل المعادلة إما X-52 أو X-53 الكل في واش لا يوجد خلل في X-20 و هذه هي نفسها X-52 و 53 على الزائد ومع بعض هم على تسلسل مع X-20 مع X-20 هذا يسمى معادلة المخرج وهنا التلاميذ الأعزاء كامل سؤال 18 وين نروح سؤال رقم 19 ولي تحوسوا عليه انتم ما بزا 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 واللي هو مخطط Jima بنسبة سؤال رقم 19 أكمل بيان أنمار تشغيل والتوقف Jima كامل تلميذ بزا دي ما يبعث لي يا أستاذ عندنا مشكل في مخطط Jima يا أستاذ عندنا مشكل في مخطط Jima جماعة صدقوني من أسهل أسئلة عندكم مخطط Jima بس أسئلة تحث غير متغيرة مش يكمل محركات المحاولات إذا جماعة وش معنت وش تدير بعد ما تفرج الفيديو هذا وتكمله إذا لقيت مشكل أضغط رقم ربعة أي قون بلون الأخضر يسار شاشة في تطبيق J20 راح تلق أمثلة أخرى وإذا ما لقيت مشكل عادي بإذن الله 13 رقم 4 ثاني حاجة في الأنماط تشغيل والتوقف في الأنماط تشغيل توقف عندي ثث أنماط أساسي النماط الأول يسموه أنماط التشغيل وش يرمز لها F وهذه أنماط تشغيل كان 6 حالات من F 1 F 6 النماط الثاني هو أنماط التوقف أنماط التوقف يرمز لها A مستطيل الحالة فيها 7 من A 7 وآخر حاجة في الأنماط أنماط العز أو الخلل فيها مستطيلة الحالة من D1 D3 ونجمع سنجدكم مستطيلة بترتيب على حسب الأهمية ونجمع سنجدهم كامل أنت وش تحتاج للمهمين بزه إذا نجمع أقبل المناسب المخطط يجمع وش لازم لي استراتيجية لازم لننظم أفكار متاعي هذه الاستراتيجية فيها خطوة فيها خطوتين مهمتين الخطوة الأولى لازم تعرف أهم مستطيلة الحالة من كلمات المفتاحية من كلمات المفتاحية ولا جملة المفتاحية تقدر تعرف مستطيل الحالة موجود ولا غير موجود مثلا F2 هل هو موجود أم لا من انطلاقة من كلمات المفتاحية في الأنمار تشغيل والتوقف الخطوة الثانية وش هي بعدما تعرف المستطيلة الموجودة وغير الموجودة وش تربط ما بين المستطيلة الموجودة ودير ما بين الاستقبليات وهذه الاستقبليات من جيبها من انمار تشغيل والتوقف هيا جماعة نبدأ نقرأ الاستراتيجية إذا الخطوة الأولى وش هي معرفة الأهم مستطيلة الحالة من كلمات المفتاحية أو جمال المفتاحية مثلا نبدأ أول مستطيل أواحد اللي هو توقف في الحالة الابتدائية هذا الأواحد ما موجود أي نظام وش فيه في أواحد أي نظام عنده مرحلة توقف والله عنده مرحلة راح وكان ثاني حاجة وش هي ف واحد ف واحد انتياج العادي والله تشغيل آلي وانت لكلمة انتياج العادي وانت لكلمة تشغيل آلي مع ف واحد انظمة الآلية كامل في مستطيل آ واحد وآف واحد كما انت عندك آ واحد هي مرحلة النوم تقدم عندك شرطة الإبتدائية متغفرة مع انت في حالة النوم آ واحد يصوني لك تولي في حالة انتياج العادي كما ذكر تفرج الفيديو تعرك في حالة انتياج العادي وش مع انت آف واحد اراه ماك تيفيا عنده اذا اي نظام لدي عنده آ واحد وآف واحد في الحلقة جما بعدها وش يجي اجمع يجي آ اثنين كيف تعرف باللي في انما تشغل توقف اطلب منك آ اثنين اذا مش تقع وش يقول لك عند الضغط على آ اي حاجة اي استقبالية النظام يواصل الانتاج مع انت النظام يكمل انتاج حتى نهاية الدورة كيف تشوف حتى نهاية الدورة اذا هذا يسمو طلب توقف نهاية الدورة وش يرمز له آ اثنين ولا يكتب لك توقيف العادي توقيف العادي مع انت هنو تكمل خدمة تاك في الليل ولا كذا تضغط على آ يتوقف النظام بطريقة عادية اذا هذا يسمو آ اثنين يقول لك ضغط على استقبالية ونظام يواصل الانتج حتى نهاية الدورة ولا يقول لك توقيف العادي ولا يقول لك طلب توقف نهاية الدورة هنا اعراب باللي اثنين رهي موجودة بعدها وش تجي دي واحد كيف اتعرف دي واحد مستطل حالة موجودة في الحلقة تجيما يتلقى جملة مكتوبة توقيف غير عادي ولا ضغط على اعادة تشغيل بعد زوال خالة بعد ما حدث الخلال وعالج الاشكالية ونضغط لإعادة تشغيل بعد زوال خال كيف تجي تجي اكتب قدامها موجودة رح لبعدها مستطل التوقف وكيف نلقى هذا اثنين تهيئة النظام اثنين رجوع المنفذات للحالة الابتدائية كيف تعب رجوع المنفذات حالة الابتدائية مع انت A6 يقول لك رجوع المنفذات الى حالة معين A7 انا لم أعطيتكم A7 صحيح ولا موجودة موجودة وشي يقول لك تحقق Condition Initial مدام يتحقق Condition Initial مع انت منفذة رجعت حالة ابتدائية اذا A7 كيف يكون موجود تهيئة نظام رجوع المنفذة حالة ابتدائية ولا تحقق Condition Initial بعدها اشتغل لجي F4 F4 هو تشغيل يدوي اذا F4 كيف تعرف ها موجودة يتلقى جملة مفتاح مكتوب تشغيل يدوي ولا تلقى جملة اختبار منفذ واحد حاب من المنفذة موجودة في النظام اللي حاب نستغيل واحد لاحظة مع انت هذا تشغيل F4 ولا اختبار منفذات بدون ترتيب ما يقول لك حاب نختبر منفذات بدون ترتيب لا نمشي على حلقة غرف 6 حاب تستمثل رفع ثم محرك بدون ترتيب اذا تلقى هذه جملة مفتاحية هنا يدرس لك في نظام التشغيل F4 لبعدها F2 لأعمال تحذير يقول هذا نظام يحتاج اعمال تحذير الحليب تحذير المادة تحذير المادة تسخين المادة الى اخر كتلقى كلمات التحذير معناتها F2 واخر حاجة اللي هي F3 وكتلت تعرف F3 رائع ما وجودك يقول اعمال ختمية اعمال غلقة اعمال تنظيف بعد نهاية اليوم الى اخر هنا وش معناتها F3 اعمال ختمية هذو هما المستطيلات الجماعة ركزوا عليهم بزبزة كيف تفهم هذا وروح المستطيلات المتبقية هكذا بعد ما نعرف المستطيلات الموجودة وش ندير بعدها كي نعرف المستطيلات الموجودة لازم نربط مبيناتهم بالاستقبالية ثاني حاجة بعد ما نخرج المستطيلات الحالة ونعرف هم ونخرج من انمط الشغل والتوقف وش ندير مبيناتهم نربط مبيناتهم بالاستقباليات بالخطط الموجهة والاستقباليات اذا ثنين وش هي ربط بين مستطيلة الحالة والاستقباليات هذي منجيبوها جماعة استخرج استقباليات من جزء يسمى بانمار التشغيل والتوقف اكيد كي يقولك مستطيل المستطيل يقولك وش هي الاستقبال تح ولا استخرج من متمن جي اس ومتمن جي سي على هذي جماعة هنا جماعة نخدمها بطارقتين هاي جماعة نطب كل استراتيجية اذا اول حاجة جماعة يجبوك مخطط جماعة اول حاجة كي ينزل مستطيل لازم تبدأ بهم والولين مستطيل التوقف ومستطيل الانتاج العادي المستطيل تعال النظام في حالة راحة كما قلت لك صفر نكتب فيها اسم النظام اللي يعطيها لك في البكالوريا كما هنا نظام آلي لتجهيز علب الطماطب المصبر اذا هنا نكتب حسب نظام آلي لتجهيز علب الطماطب حسب ماتمن انتاج العادي لنظام آلي جهيز علب الطماطب هذو ديما ثابتين لولا تكتب عليها نظام مهي A1 والثانية تكتب فيها اسم النظام ولا تقول حسب ماتمن انتاج عادي لنظام واسم نظام بتاع اذا كما قلت لك انت عندك مرحلة النوم هي A1 وعندك مرحلة الانتاج العادي هي F وحد هذو دماغ موجودين ابدأ اقرأ انماط تشغيل والتوقف هيا اول حاجة كلمة تشغيل عادي شفنا نظام ولي في F سيمشي واش قال لكم نظام يبدأ يكون متوقف يمشي كما تكون نراقل يصون الى كرفة بدأ تخت التشغيل عادي بعد اختيار النمط التشغيل الآلي اوتو هذي استقبالية اول استقبالية اوتو بواسطة مبدلة فيها اوتو او مانو يضغط العامل على زر التشغيل دي سي دي سي اغراق اذا بما انه اعطالي الكلمة بتاعة التشغيل عادي مع انتها رايح نروح الى F 1 وشو مال الاستقبالية ناس مخط والاستقبالية وش هي اوتو و دي سي اغراق اذا اوتو و دي سي اغراق و دي سي اغراق فو اوتو بعد قاد تسأليني استاذ عليا من A واحد رحت الاف ثلاث لا مع اف واحد رح نروح التشغيل عادي اعي الاج يباوين في الجزء اللي بعد وش قال لكم هنا يا اقرأ قال لكم هذا النظام يحتاج اعمال تحذيرية اذا نجمع وش معنا من مرحلة الراحة رح رح لأعمال تحذيرية ونكمل اعمال تحذيرية رح نانتيج العادي كما ثلاثة هو مستطيل الوسطي بين مرحلة التوقف الحالة الابتدائية ومرحلة الانتيج العادي اذا اذكر لك اعمال تحذيرية يا سيدي اذا لم فهمت سهلا مهلا يا سيدي تقيلني انا ميمتك ونطيب للغطو في العيد اذا لنطيب لك القطو لازم نكون في مرحلة التوقف اذكر لنطيب مباشرة لازم اعمال تحذيرية بتنتقل من مرحلة التوقف الى مرحلة انتاج العادي اذا وش نقول في هذه الحالة اف ثلاثة هي حلقة وسطية ولا مستطيل وسطي بين نظام يكون مهيئ يكون في حالة التوقف والنظام في حالة التشغيل اذا كما كنت لاحظ عندي تشغيل تحذير معانتها نحتاج اف ثلاثة ثلاثة اعمال تحذيرية بعدها نسأل سؤال لازم نعف وش يحذر اجمع اي مستطيل لازم تكتب فيه عبارة الموجزة وش يدف هذا المستطيل وش نحضر في اعمال التحذير نقرأ يتم تزويد العلب يدوين عبر قناة التزويد حيث يتم كشفة عنها بواسط ملتق P3 اذا هنا تحذير تزويد العلب يدوين اذا هنا نكتب تزويد العلب يدوين قال تحذير حليب نكتب تحذير حليب قال تحذير مادة او نكتب تحذير مادة او نكتب العبارة الموجزة داخل مستطيل الحالة من بعدها من F3 بعدها نكمل التحذير سأذهب F1 شكرا يبيني اللي يخلص التحذير اللي هي الاستقباليات اذا نحوص على الملتقة تعني هاي التحذير اذا هيا وش هي الاستقبالية هذي هيا خاموا معي وش هي اذا الاستقبالية وش هي هي ملتقة P3 وش قال لكم يتم التزويد علب يدوين عبر قناة التزويد حيث يتم الكشف عنها بواسطة ملتقة P3 اذا هنا ملتقة P3 كي تحقق ملتقة P3 النظام يبدأ في العمل وتمشي F1 هنا كملنا العلاقة ما بين A1 وF3 وF1 روحوا لبعدها نكمل ونقرأ وانمط تشغل التوقف ونحوص على كلمة المفتاحية ولا جملة المفتاحية اذا نكلم مفتاحية توقف العادي اذا توقف العادي ما عندها A2 شفناها اذا نحتاج A2 ولكن عند الطلب توقف العادي يضرط العامل على زر A1 يواصل النظام الانتاج حتى نهاية الدورة اذا شفناها من قبل جملة وانمط A2 اذا في A2 هل يتوقف نظام آنيا ولا يكمل آخر مراحل موجودة في الجرافزات لازم نظام يكمل آخر مراحل موجودة في الجرافزات اذا هل العبارة الموجزة نكتب القابلية ما بين نظام كان في حالة التعامل ونظام حاب يتوقف القابلية وشيئة AR اذا نكتب مع بعض اذا وشيئة الاستقبالية نظام في حالة الانتاج عادي حاب يتوقف وشيئة نضغط على AR اذا الاستقبالية نكتب AR لو كان نضغط على AR او تغيير تدوير مبدلة في S إذا استقبال يتوقف سيكل صحيح هنا جبت الاستقبالية ومستطيل لازم نكتب العبارة المجازة اذا وشيئة في الاثنين وشيئة نكتب هذي يواصل لنظام الانتاج حتى نهاية الدورة نكتب هنا مواصلة الانتاج حتى نهاية الدورة والآث لجمع تطلب توقف النظام سيارجع ال او توقف الحالة الابتدائية وشيئة الاستقبالية هنا يجمع نهاية الدورة ثم يتوقف عندما يتحقق فاندوسيكل اذا نكتب فاندوسيكل وشمعت فاندوسيكل هي الاخر مرفوقة بالشرط بتبين بالنظام رجع الحالة الابتدائية رح نشوف ايما انخش اخر مرحلة مع القابلية كيتحق هذا الزوج النظام الشغلوين الابتدائية المتمنى يرجع الحالة ابتدائية وتقدر تكتب كونتيسيو انيسيال مين انتبع وشيطال في انمط تشغيل والتوقف هنا كملنا اثني وهذا الثابت هنا موش هيتبدلوه هيتبدل غير استقبالية رح لي بعدها توقف غير عادي خلل جماعة كين شوفوا توقف غير عادي خلل شكو ومستطيع نحتاج D1 هذه كلمة مفتاحية بما انه توقف غير عادي ولا توقف بسبب خلل ولا بسبب عجز نحتاج D1 ماذا نفعل حالة انتقالية من F1 كعود نظام في حالة انتج عادي كي يصير لك خلل رح يتوقف د1 اذا ماذا الاستقبالية التي نجيبها مننا نقرأ انمط عند حدوث الخلل ناتج عن اسباب داخلية تدخل مراحلات الحرارية اما RT1 او RT2 او ضغط على زر توقيف الاردرجence اذا احتمال الخلل احتمال اول عند حدوث فرط الحملة في المحرك الاول او حدوث فرط الحملة في المحرك الثاني او جيد الشخص يضغط على توقيف الاردرجence اذا استقبل الاردرجence صحيح ما هي العبارة المجازة التي نكتبها هنا شوف ما هي الاجراءات التي درها تقطع التغذية وتسحب العلب يدويا اذا نكتب العبارة المجازة اذا قطع التغذية على جميع المنافذات وتسحب العلب يدويا هنا كمنا د واحد تتواجم عشان سهل جمع تبقى نفسها مية تبدل والو بعد نكمل عنمار تشغيل والتوقف وانمار تشغيل والتوقف لدينا تشغيل جديد اعادة تشغيل بعد الخلل وهذه جملة مفتاحية مستطيل حالة A5 اذا اذا نحتاج A5 ونجد هذه الاستقبالية اذا قابلية لازم نجيبها اذا كيف نجيبها بعد ازالة الخلل واعادة التسليح الخلل ما يعني ازالة لا يوجد فرط الحملة في المحرك الثاني مع انت AT2 ولا يوجد توقيف الاستعجال وضغط على ريار مومو اذا ازالة الخلل اعادة التسليح اذا 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 لا يوجد خلل في المحرك الثاني و لا يوجد توقيف الاستعجال والضغط على اعادة السليح هذا ما يكون موجود اوكي اذا من بعد عبارة الموجازة التي نكتبها في ASENC نقرأ اذا يتم التحضير لإعادة التشغيل بعد تنظيف وإعادة التغذية اذا عبارة الموجازة التي نكتبها هنا التنظيف وإعادة التغذية ثم الضغط على زر INIT اذا نقرأ كلمة زر INIT تهيئة عند تحقيق شرط الابتداء CONDITION INIT لا تحقق شرط المنفذة وانترجع الحالة الابتدائية كلمة CONDITION INIT مع A6 إذا نقرأ الاستقبالية ما بين A5 وA6 واشي الاستقبالية جمع الزنا الاستقبالية واشي لازم نضغط على INIT باكل يرجع لحالة الابتدائية هنا نكتب INIT والعبارة الموجازة هنا نكتب التهيئة الجزء المنفذ ولا رجوع المنفذة الحالة الابتدائية ومن بعدها بالطبع وانا ترجع A0 وعند تحقق شرط الابتدائية CONDITION INIT كي هنا تحقق منفذة كم تبدأ ترجع 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 حال طرح اذا وانت عود ترجع ترجع A0 واشي هي القابلية هي قابلية CONDITION INIT إذا هنا واش نكتب CONDITION INIT وهنا مبروك عليك رك خدمت الجيمة انطلاقا من أنمار تشغيل والتوخف البسيطة جدا كانت طريقة ثانية اللي يحبوها الولاد بالزه نرسم الجيمة انطلاقا من متمل الأمن ومتمل قيادة والتهيئة هاي يجمع عنها نرسموها المتمل أمن ومتمل قيادة والتهيئة شوفوا معامله نجيب المتمل قيادة والتهيئة ونجيب توقف في نهاية الدورة فالتوقف العادي كما نكتب عليه? A2 وتشغيل يده يجمعه ويشغيل آلات باستقلاليه وتشغيل المنفذ باستقلاله F4 هذا من ماتمنا قيادة ماتمنا إنتاج العادي بسبب خلال دي ما نكتب عليه وهذه 200 واحد الماتمنا في حالة إنتاج العادي من خلال الهدوة من أجل من خلال البساطة صحيح. هيا جمعنا نطبقوه هذو ونطبقوه هنا يعني بعدها تلقوه باللي أستاذ لي خدم جيمة هذي مدان هاش كاملة دار جزء منها. هيا نبدأ نحلو هذا السؤال 19 باستخدام متمقية دوتاية ومتمل أمن. هيا نبدأ وش معه. إذن A5 و A6. وش هي الاستقبالية مبيناتهم؟ اللي هي إنيت. هاي وراي. إذن هاي وراي A6 وهذه A5. نسمو هذا الخط وش نكتبوه؟ نكتبوه إنيت. ماذا كيف يا جماعة؟ استقبالية صحيحة ومش صحيحة؟ صحيحة. هيا مني. روحوا لي بعدها. من A6 و A1 وش هي الاستقبالية مبيناتهم؟ كونديسيو إنيسيال. وراي A6 وراي A1. هذي هي. هذي A6 وهذه A1. جماعة هذه A1. إذن وش هي الاستقبالية مبيناتهم؟ كونديسيو إنيسيال. راني صحيح. ما شاء الله. نكمله. روحوا لي بعدها. من A1 للF3. شوفوا من A1 وش هي الF3 وش هي Auto VDCY. هاي نشوفوا. إذا من A1 حتى الF3 وش هي DCY في Auto صحيحة. مي. كان من مفضل الأسترشيزيتكم في الآن ما تشغل والتوقف. يجبوكم ضغط على DCY وتدوير مبدلة في Auto. وعند تنشيط الأشغولة واحد والمرحلة خمسة ثلاثة يشتغل نظام. إذن وش نزيده؟ نرى ما نزيده DCY في Auto في X1 في X5 ثلاثة. كما هنا هذو نقاط اللي طلبهم منكم. وش هتزيدهم؟ تقلبوا X1 محققة. ومرحلة الإنتداء خمسة ثلاثة محققة. هنا أستاذ ما زاداش فأنا ما تشغل. أنا نتبع وش هتطالف فأنا ما تشغل والتوقف. روحوا لي بعدها. لي بعدها من F3 حتى F1 وش هي الاستقبلية تاحها؟ من التشغل تاح ذا يلتشغل إلي. وش هي الاستقبلية تاحها؟ P3. هاي نشوفوا. هاي خدمة تاعي صحيحة. P3 صحيحة. ما شاء الله راني مشي هاي. روحوا لي بعدها. من 145 حتى F1 وش هي الاستقبلية تاحها؟ P3. هاي نشوفوا. هذه F1 وهذه A2. وش هي الاستقبلية تاحها؟ P3 صحيحة. ما شاء الله علي. زادو. من A2 جمع شوفوا من 155 وين يرجع المتمنى تابع السهم رجو. يرجع المتمنى تاحها؟ P3 صحيحة. ما شاء الله عليه الصحيحة؟ P3 صحيحة. إذا هنا في الان ما تشغل والتوقف. إذا في الان ما تشغل والتوقف. اذن لكي تكتبت F3 صحيحة. فانتو سيكل. ولا تكتب كوندسيو اينيسيال صحيحة. نحن نتبعه انما تشغل والتوقف. نحن خرجنا F3 من انما تشغل والتوقف. توقف. لازم متمنقيدة وتهيئة لازم يكون موافق الواش حلقة جمع. اوكي. روحوا لي بعدها جمع. روحوا من A1 في التعاقب أوها. من A1 وين تروح؟ تروح للF4. إذا هنا ما أعطيها ليش جمع؟ هنا أستاذ اللي أعطيكم أسئلة تعجيمة أعطيكم جزء منها. ما أعطيها لكم الكشة كامل. هي النور ما موش نزيدو؟ نزيدو F4. وش هي الحالة انتقالية؟ من A1 نروح للF4. وش هي الاستقبال التعاق؟ مانو. شتو كفا سهل أخلاص. اوكي. نزيدو حليه بعدها متمنقيدة وتهيئة. من F4 وين يعود يروح؟ يعود يرجع أسطا. كنت أرسم F4. أرسم سهم وجه أسطا. وش هي الاستقبال التعاق؟ إنيت. حالي لو كنزاد لك F4. إذا خدمة عيرة هي صحيحة. انتلاق من متمنقيدة وتهيئة. روحوا المتمنقيدة. F1. F21 هي الاستقبال التعاق المتمنقيدة العادي مع انتها هذه. اوكي. إذن. F21 وكتبت تنشط F20. يتحقق شرط A2 أو RT1 أو RT2. تنشط D1. اللي هي ميتين. شوف خدمتي صحيحة أو لا. شوف. RT1 صحيحة أو RT2 صحيحة أو RT2 صحيحة. صحيحة. و RT2 صحيحة. و RT2 صحيحة. و RT2 صحيحة. و RT2 صحيحة. إذن ها. هذي دي واحد. باتتروح تعود ترجع الأفوح. لسيحة تمر على A5 و A3. هذي في المتمنقيدة والتهيئة. إذن هذي استقبالية محققة. وهنا يا جماعة. عرفنا كيف نخدمه جيمة. على هذي يا جماعة. عاودوا فيديو مرة والله مارتين. وبإذن الله جيمة وش تولي لكم؟ تولي لكم بسبوسة. و هنا جماعة زينا كملنا الجزء الثالث. نتمنى أنه وصلتكم كل الأفكار. و نتمنى أنه طلعتكم مورال. و النفسية تاعكم ولت هايلة. و هنا يا وصلنا لنهاية الحصى. و ما أبقى عليهم قلكم غير السلام. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر